زمالي اخواتي اعضاء الجمعية العمومية والنادي الاهلي بشكل عام والرأي العام لان انا بيعني ليه ساعات انا يعني بتكلم مع حضراتكو لو تسمعوني وتفكروا معي وتاخدوا المواقب زي ما انتوا عايزين بعد كده انا بيسترع يعني بيسترع انتباهي ان انا انا من النوع كمان اللي بيحب يحاسب نفسه او يناقش نفسه او حوار الذات مع الذات باستمرار كل يوم في كل صغيرة وكبيرة مشوار اليوم مش ازاي انا كنت كويس في ايه كنت صحف ايه كنت غلط في ايه طب هتصلح ايه طب انا ماشي كده طب اه اه تدعيات وعواقب ما افعله انا يعني هتحمله ولا مش هتحمله والحمد لله انا دائما اتحمل اه مسئولية ما افعل وما اقول الفترة الاخيرة يمكن ناس كتير بتقولي يعني انت بتحسنك ان في مشكلة وانك شي الهم حاجة معينة وبتاع عمال بتتكلم في حاجات اه بتركز عليها اوي اه موضوع الاختراق وموضوع الاختراق الاعلامي الاختراق في دولاب العمل والتعدي على ثوابته تاريخ النادي الاهلي ومحاولة العبت فيها فباعد اقول هو انا يعني ايه يعني انا موسوس ولا والا مبالغ ولا ايه ولكن اللي بيطمني ان عمري ما بلاقي رد على اللي بقوله ولكن بلاقي رد علي يمس شخصي اللي مبسوط من الكلام بيقولي الله ينور واللي مش مبسوط بيش تمني طب انا عايز حد ينقشني عايز حد يقولي انت صح عايز حد يقولي لا انت غلط طب المعلومة دي صلحالي طالما ان محدش بصلح لك حاجة بقى انت بتقول معلومات سليمة انا عايز الناس تستوعب وتناقش ما اقول ملاش دعو بيا انا كويس انا وحش الله اعلم بالضمائر ومش هي دي اللي حيفرق اللي حيفرق اللي انا بقوله صح ولا غلط هو ده الكلام المهم من ضمن الحاجات اللي انا استرقت انتباهي في الفطرة الاخرية موضوعين الحقيقة موضوع يعني بسيط وهو بتاع الحكم بتاع القناة وان الستاذ ياسر فتحي اللي يا رب يقدر يجبه لنا لازم يوضح لنا هو يعني يقصد ايه وبيقول ايه والموقف ايه وتدعيات الموقف ايه فهو بيتكلم طلع بيان بيقول ان لا مطمئنة الى ان الموقف وده كله كويس ونتمنى ان الموقف يكون كويس ونعفى من هذه الغرامة لكن بيروح داخل في حتة ما اناش عارف يقول ايه اصل المجلس السابق مسؤول عن ما حدث وان ده مسؤولية خمسة من الناس اللي نزل الانتخابات من المجلس السابق حضرتك ماسك قضية ولا ماسك حاملة انتخابية حضرتك ماسك قضية في الموضوع الموضوع طمنا عليه اذا كنت انت مطمئن احنا عايزين نطمئن لكن مين المسؤول ده شغلانة تانية مش بتاعتك يعني المسؤول النادي الاهلي بقى مين بقى اللي جوه النادي الاهلي مسؤول دي قضية جمعية عمومية وقضية مجلس ادارة النادي الاهلي وقضية محدش قال لك انزل يعني ده عمل اداري وده شأن قانوني لا لا يعني مين غلطة مين غلطة عدل ولا ابراهيم دي مش القضية دلوقتي فيه غرامة هتكون موجودة انا مش هتكون موجودة وبعدين اذا كنت متأكد ان الخطأ السابق هو اللي ادى الى هذا الحكم نتيجة كذا يبقى انت كنت عارف ان الموقف ده ما يقوس منه طب تصدت له ليه او كنت عارف ان لأ لا يشكل خطر وانك بتطمن الناس على انك ستتجاوزه بقى اذا ما فيش خطأ لا سابق ولا لاحق مش عايزين ندخلها في حزبة ملهاش لازمة لكن الموضوع التاني الاهم اللي انا باخده بقى في اطار هو احنا بنقول الصح ولا بنقول غلط طب نسيب الكلام اللي بيحصل ده ولا الرد عليه يعني عندما يقالي اقصيات ابراهيم وينزل على صفحات التواصل الاجتماعي صور للشيخ زايد عبارة عن مقرر الشيخ زايد اه مقرر الشيخ وقولك ان المجلس الحالي تسلم الشيخ زايد هكذا اه تقصد الصور دي الصور دي اه انه تسلمها اه انه صحراء صحراء دي اه مجرد يفتق اه وانه ان المجلس اه الحالي اه تسلمها من المجلس السابق على هذا النحو اه يبقى فعلا لو هي كده يبقى كل ما حدثه في هذا المكان هو اه ينسب من انجازات المجلس الحالي وانه هو اللي بناه اه فتبتدي تتحرى هو ده النادي الاهلي كان كده ما هو لو كان كده يبقى شابول المجلس الحالي وحتى شابول المجلس السابق انه هو يعني وصلنا للمرحلة دي والناس كملت يعني هي مش الفكرة بس الفكرة ان كل ما تم على ارض الواقع من انجازات تم فيه التلات سنين اللي فاتوا اه طب لو ما هيش كده تسميها اي بقى تسميها نوع من انكار الحقيقة عشان يكون مهزب تسميها نوع من الاعتداء على الحقوق وانه تبخس الناس اشياءها هل تسميها ده القرآن لا تبخس الناس اشياءها اه ما نعلم هل تعتبر نوع من التعدي على التاريخ دائما وابدا المجالس حتى مهما كان الاختلاف والاتفاق عندما تذهب الى الصلاة المغطى تجد ثلاث لوح ايوا المجلس اللي افتتح مجلس الكابتن صالح سليه ولكن تجد مجلس الكابتن الوحش موجود ومجلس الفريق بورتاجي موجود كل واحد عمل دور لما تروح على مدينة ناصر تجد نفس الامر ولم اسمع يوما ولم اسمع يوما ان فيه واحد قال عملنا وسوينا واللي قابلين ما عملوش حاجة وسلمنا النادي خرابة خرابة الكلمة دي هي اللي خلتني انبش في هذا الموضوع وخلتني انزعج ولازم الناس تشوف هو كان خرابة وخرابة ليه طب همال احنا كنا بنفخر بايه يعني احنا عبر مية وسبعة سنة المنافس بتاعك عايز يلط في تاريخك ما قالش الجملة دي ما قالش النادي الاهلي خرابة ثم تتيجي النهاردة لظرف انتخابي وراجل عارض نفسه على الجمعية العمومية يوم يقول النادي كان خرابة او النادي كان عزبة او ماذا اذا كنت انا اقول هذا من داخل النادي الاهلي ماذا يقول خصمي فهذا هو ما كنت اخشاه منذ اللحظة الاولى يا أستاذ ابراهيم يا جماعة يا عضاء النادي الاهلي ده اللي انا خاف عليه اني تيجي لحظة الناس تنسى مية وسبعة سنة تنسى مية وسبعة سنة او مية واربعة سنة ليه لان كتر الكلام في نوع هو ايه اللي واجع كل المنافسين مش النتائج انما كلمة النادي الاهلي هو ناضي الوطنية والمبادئ والقيم وعملوا زيه وتعلموا منه فيبدأ عملية غزو ثقافي نتيجة اختراق اعلامي واختراق ادايا رجوع النادي الاهلي خلال ثلاث سنين صدروا لنا الثقافة دي لدرجة ان احنا بنرد بلا وعي ما يقولونه وما يتمنوا ان يتحول الامر عليه وبعد شوية يبقى كلنا زي بعض لا عمرنا هنكون كلنا زي بعض لان وراءنا تاريخ بنزه بيه بنفخر بيه اللي جاه يكمل مشكورا ويضيف ويعمل حاجة حلوة هذا دوره ودور اللي جاي هيعمل احلى خلي بالكو عظمة هذه الانتخابات انها استنفرت الهمم ودخلت فيه تنافس اي مجلس هينجح من المجلسين عارف دلوقتي انه محطوط في اختبار هيعمل احسن من الموجود ولا لا وكله هيعيدكو يا جماعة وغالبا حينفز انه الوضع هيبقى احسن سواء من ناحية الخدمية من ناحية الانشئية من ناحية البطولات من ناحية اعادة الهيبق للنادي الاهلي وهذا ما نبغيه اذا هذا الصراع المحتدم الانتخابي اتى بفائدة العناصر كلها محترمة طبعا كلها محترمة الا السباب اللعان الذي يتصور انه يدخل الى قلوب الانصار من خلال ان يصب الاخرين صدقوني ده اول الخاسرين هيكون اول الخاسرين لكن القامات المحترمة هنا وهنا اللي عارفة قيمة النادي الاهلي اي قائمة هتنجح هيبقى لهم هم ادوار من نفسهم وحيرحب بيهم ان يقدفوا في المركب في الاتجاه الذي يصل بسفينة الاهلي الى الهدف في اقصر وقت الصورة دي اصداد ابراهيم قيل ان المجلس الحالي تسلم على هذا النحو تاني عايز تشوفه تاني اه طبعا طب كده من الصور المتدولة على كثير من المواقع وصفحات الخاصة وهو حتى المعنى اللي بيتردد دلوقتي ان المجلس بنى الشيخ زايد من عدم طيب هو ده مش من عدم لا بس هو الصور والله حتى ده مش من عدم لكن هو كان كده هي الحقيقة كده طب لو الحقيقة مش كده ماذا نقول اسفين يا مجلس ماذا نقول اسفين يا تاريخ ماذا نقول لنفسنا اسفين ان احنا عملنا كده وضللنا الناس لو سمحتوا هنقولكوا حاجة انت مجهز مفادة طيب واحدة من اهم سوابت وقيم وتقاليد النادي الاهلي اللي كل الناس لازم ان تحافظ عليها فكرة التوالي فكرة سباقات التتابع كله بيسلم بعضه لانه زي ما المهانس مفيش حاجة عملاقة كبيرة بتتولد فكرة كده عمرها عمر الاهلي ما تولد من سنتين ثلاثة ولا من عشر ولا من خمس مية وعشرة سنة بناء كل طرف بييجي وكل مجلس وكل مسؤول بيضيف عامة قبله وبيطور وبيجدد باستمرار في حركة تجديد لانه باستمرار في زيادة في العضويات باستمرار في اموال بتضخ باستمرار في عوائد بتنمى حتى فكرة الموارد اللي تعزمت وكبرت ما هي لو النادي الاهلي ما عندوش رصيد البطولات والشعبية اللي تكونت عبر عقود طويلة جدا عمر الرقم الحال بتاع الرعاية ما هيوصل لكده ده مش رقم اختراع ولا ولا ده ولا اللي قبله ولا اللي قبله اختراع كلها ثمرة جاية لجهود نموه منطقي منطقي شجرة السابقون زرعوها كل واحد فيه بيجي بيرعاها ويكبرها وينميها لغاية لما في كل مرحلة الاجيال المتتالية بتقطف هذه الثمرة فاللي بيقطف الثمرة ما ينسبش جني الثمرة لنفسه فقط وينسى اللي زرع واللي عمل واللي تعب واللي فكر كل الافكار حتى بالنسبة للمنشاة يا جماعة اقامة منشاة في حد ذاتها عمل مأولات عمل معماري لكنه الاهم منه الفكرة الرغبة الخطوة الخطوة الإزالة كل العقبات الاجراء الوصول على التصريح البدء في المسألة توفير الموارد كل دي خطوات الطرح بالضبط تدبير الاموال بالضبط كل دي خطوات تسبق إقامة الحيط إقامة المنشاة اللي هي عمل معماري بطبعه يعني مؤكد ان التاريخ سيذكر بشكل واضح ويقدر انه مجلس إدارة المهندس محمود طاهر فكر واقدم على خطوة شراء ارض الاهل في التجمع الخامس اللي حيبني واللي حيفتتح واللي بعد كده لا يليق بيه لا يليق بيه لا يليق بيه للرجل اللي جاب الأرض والفكرة ينسى دور المهندس محمود طاهر في شراء أرض التجمع الخامس يعني هيبقى مش 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 إيجابي ولا موضوعي ولا أمين وإحنا حتى أو غيرنا لما يسكت على إنكر حقيقة زي دي هيبقى هو ده بقى اللي غير أخلاقي ده التصرف اللي غير أخلاقي إن أنت بتبخس الناس أشيائها إن أنت بتنكر فضل الناس مش بس كده اشترت أرض التجمع الخامس ده كتب التاريخ أقدمت على هذه الخطوة دبرت الأموال وسددت الجزء الأول ده التاريخ اللي هو بيحفظ للفريق مرتاجي وبيحفظ للكابتن وحش وبيحفظ للكابتن صالح عليهم جميعا رحمة الله وبيحفظ للكابتن حسن حمد ربنا يديله صحة وطولة الأمر الدور الكبير جدا في مدينة نصر بس بالنسبة للشيخ زايد والشيخ زايد موضوع الحدث المهندس عدلي وراكوا الصورة اللي بتتداول وبيروج لها هكذا كان أرض أو هكذا كانت أرض الأهلي في الشيخ زايد لما مجلس الإدارة استلامها وحولها إلى روضة وجنة هل كانت كده هل هي بالفعل بناء من عدم هل إنجاز بالكامل منسوب للمجلس الحالي ولو كل التقدير فيما يخص التجمع الخامس لكن إذا كان للمجلس الحالي هذا الدور الكبير في بناء أو في شراء أرض التجمع الخامس والإقدام على هذه الفكرة والوصول بالأهلي إلى مدى أوسع والتمدد بالنسبة لمقرات النادي إذا كان ده كذلك بالنسبة للتجمع الخامس فما هي الحال بالنسبة لأرض الشيخ زايد هل كانت كده مش هنرجع لحد ومش هندعي كلام رجعنا لنفسينا رجعنا لنفسينا لمالك وكتابة لقينا في مالك وكتابة في عهد المجلس السابق برئاسة الكابتن حسن حمدي وتحديداً يوم 9 يناير 2014 9 يناير 2014 قبل انتخابات النادي الاهلي اللي أصفرت عفوز المهندس محمود طهر ومجلس إدارته بثلاث شهور أو شهرين لأنه انتخابات كانت في مارس قبلها بشهرين كان ملك وكتابة لما أثير عن حل مجلس إدارة النادي الاهلي من قبل كابتن طهر أبو زيد وزير الرياضة وقتها لسبب يتعلق بأرض الشيخ زايد وعدم الإقدام على إنشاءها والقرار اللي ألغاه رئيس الوزراء وقتها كاميرا ملك وكتابة راحت الشيخ زايد في 9 يناير 2014 ماذا وجدت؟ من 3 سنين وأكتر ماذا وجدت يا صدر ماذا كان في الشيخ زايد قلنا إيه وقتها نرجع لأرشيف ملك وكتابة وحلقة بتاريخ تاني 9 يناير 2014 تحت قيادة مجلس الإدارة السابق يمكن تبعت حضرتكم في المؤتمر الصحف الأخير لكابتن حسن حمدي كان أشار إلى فرع الشيخ زايد وقال إن النادي الأهلي بيمضي في العمل فيها على قدم وساق وإن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء وإن المفروض خلال بضعة أشهر ربما تكون ثلاث شهور ربما يكون على الأكثر ستة شهور وإحتفل النادي الأهلي بفتتاح هذا المقر هذه هي اللقطات الأولى لفرع الأهلي في الشيخ زايد الأرض اللي تقال الأهلي سابها والمكان اللي تقال ما فيهوش ولا طوبة مبنية والكلام اللي تقال كتير على إنه الأهلي سايب المقر لازالت فحرها واخد الإنشاءات عشان يصرفها في حاجات تانية واخد الإنشاءات عشان يصرفها في غير أو الانفاق الخاصة بها شايفين حركة العمل على فكرة هذه اللقطات مبارح بالضبط يعني تحديدا كاميرا ملك وكتابة كانت مع عمال البناء مبارح لهذه الأعمال الحية باشموندس طبعا في فترة قادمة حيبتدي الملاعب ينشئوا الملاعب يمكن هتبع عندنا لقطات من داخل الكاميرا بتتجاول داخل المبنى عشان توضح لنا التصميم الداخلي وما يحتوي المبنى من خدمات عمالا هنحاول نتواصل مع أحد مهندس المشروع عشان يشرح لحضراتكم كل ما تمه وإيه المنتظر بالضبط خلال الشهور القليلة القادمة لأنه من الواضح مشروع كبير يا باشموندس وهكذا تبدأ المشاريع الكبيرة مراحل مراحل خلي بالك المرحلة دي لا تتضمن المبنى الاجتماعي الرئيسي هذا مبنى اجتماعي مرحلي بالملاعب بتاعته بحديقة الأطفال بكل المرافق اللازمة حتى يبدأ الأعضاء وهيبقى في حمام سباح وهيبقى في حمام سباح لكن المبنى الرئيسي والمنشآت الأكثر اتساعا وضخامة يعني في المرحلة التالية يعني برغم الظروف الصعبة اللي النادي الأهل بيمر بيها زي كل هيئات الدولة الأمور ماشية منشآت زي كده كبيرة في موقع تالت الأهل بيتوسع به ومع هذا بيستطيع الوفاء بالتزاماته مشكلة الأهل أحيانا أنه لا يعلم عن أعماله ولا أحداثه ولا أخباره ولا خططه المستقبلية وهو في هذا الشأن مثل جهات كثيرة في الدولة تكتشف عندما يتحدثه أن كثير من العمل تم إنجازه فأحيانا بلتمس العذر للناس اللي بتنتقد لأنه ده ماشي الحقيقة مثل هذه الأمور الحقيقة دي واجبنا أن احنا نعلم عنها حتى يعني من إعمال الشفافية وإشراك الناس في الحقيقة طيب يعني أعتقد بشموندس ست شهور على الأكثر ممكن يكون هو كابتل حسن قال من ثلاثة لست شهور ومش عايز يلتزم بتاريخ لأن أحيانا في أحداث بتقفلك العمل ما تخصاكش أحداث ما تخصاكش لو العمل انتظم حيبقى قبل ثلاثة شهور لو العمل يعني أسباب خارج عن إطار النادي الأهلي يبقى قد يمتد بعض الشيء كان حلم برضو يعني زي إنما أتصور إن قبل الصيف حيكون فيه فيه افتتاح رسمي ودي فرصة برضو للعضاء الجدد اللي اشتركوا في هذا الفرع قضاء الصيف هذه المرة في الأهلي قضاء الصيف هذه المرة في أهلي الشيخ زايد أه طبعا هيبقى له مزاق خاص لأن طبعا أي بيت جديد أنت بتبقى متلاحف أنك تخشه بسرعة وتفرشه بسرعة وتستمتع به وبإذن الله يكون الشيخ زايد يعني إضافة وتنمية للحي نفسه للمنطقة زي اللي حصل في مدينة نصر مدينة نصر المتر كان بـ 300 جنيه لما بدأ النادي الأهلي النهاردة وصل 30 ألف جنيه ولذلك يعاقب الأهلي وتغاق عليه الغرامات يعني لأنه راح الشيخ زايد أنا بقول هذا الكلام لأنه كان فيه إشكال كبير جدا على حمام السباحة اللي تبنى إزاي الأهلي يبني وما كانش انتهت إجراءات الترخيص مع أنه كان يمضي في إجراءات الترخيص وكانت هناك وعود من المحافظة اللي تم تغييره فجأة فلم يتم سرعة الترخيص على أي حال صلاح وهو محمد صلاح اللاعب الذي ينتظر في هذه اللحظة بعض العروض الضخمة جدا طيب إذن المبنى اللي هو الحالي اللي احنا قلنا عليه ده مش المبنى الرئيسي وما زال مبنى الرئيسي لسه ما ابتداش وحياخد شوية وقت كان يكاد يكون منتهي يعني عملية الفينيشنج وتركيب الألمونيوم والضرب زناد بتاع السلالم ونعلق النجف ونفرش يعني وكان المستهدف من 3 إلى 6 شهور الناس تخش وبالمناسبة كانت فتح باب الحجز في الشيخ زي وكان هناك عضويات دفعت فلوس وكانت تعلم إنها في الصيف هتخش النادي لأن في الوقت ده كان على نفس المنوال بتعمل أربع ملاعب كرة قدم سيارة ملاعب خماسية وملاعب تنس وكان يعني الناس ابتدت تشتغل فيها والبنية الأساسية تكتك منتهية من أعمال مد الكهرباء وشبكات الصرف والحجي لو الصورة اللي فاتت دي كانت حقيقية اللي هو على المواقع التواصل اللي عبارة عن صور ويفطة كيف يفتتح الشيخ زايد في شهر 11 عشرة ولا في شهر عشرة في مجلس تسلم الأمر في شهر ثلاثة في شهر ثلاثة وعلى ما يعمل إجراءاته 29 ثلاثة يعني وعلى ما يعمل إجراءاته وبتاعة خد كمان شهر يعني فاربع خمس شهور تقدر تعمل نادي ده مستحيل إذن إنت جيت لقيت حاجة يمكن تشطبها يمكن إنتهاء منها شطبتها واستطعت بقى تحصل على إيه أستاذ إبراهيم ده سيراميك راكب بص ده بنت تقدر تستلمه بعد شهر واخد بالك إنما اللي أنا بتكلم فيه طيب ما كانش فيه أموال ورغم كده إنت بقيت تحصل اشتراكات حطتها في حساب خاص لحساب الشيخ زايد والدليل على كده يعني الشيخ زايد ما كانش بس محارة وحلو مش النقطة بقى فيه نقطة تانية أهم إه إنت جيت لقيت تمويل كمان بالزبط إنت جيت بس يا سيبني أكمله عشان بل أخبطش الناس أنا بها إبراهيم سيبني أما بتسلسل إنت خد اشتراكات حطتها في حساب جه وزير شباب قال لك ولا مليم يصر في نادي الأهلي كان العمري فاروق قبلي حطت 30 مليون جنيه 15 للمبنى الإداري اللي هو موجود في الجزيرة عشان يتشطب اللي قاعد يجي 3-4 سنين قائم ونقص الأموال اللي تشطيبه اللي هو بقى حاجة فخيرة دلوقتي وتشطب و15 مليم جنيه لعمل حمام السباح فكان الخطة أول ما تاخد الفلوس دي المجلس ده كان في خلال 30 شهر حينهي الكلام ده طيب جه الكابتن طاير أبو زين الوزير معالي الوزير طاير أبو زين قاله ولا مليم يصرف رغم أن الشيكات كتكتبت ونقص عبقوقية فتوقف الدعم الإنشائي للأهلي ما فيش دعم إنشائي وما فيش تحصيل لمستحقاتك لأن الشركات والهيئات متعسرة كان ليك 65 مليون جنيه ما بين رعاية وبس حقوق بس وعليك ضرائب عشان يبتده يقوله إيه الأرقام دلوقتي بتدت تقال فيها 300 مليون جنيه ديون 60 تلاف جنيه هي العملية كلها كانت حوالي 160 مليون جنيه للضرائب وكان فيه كلم أو محاولة لتثبيت الأمور المجلس جيه وصلت الديون إلى 40 مليون جنيه تم تحصلها من إيه من مستحقتك ليه ده التلفزيون والتحاد الكورة فخلصت من الديون في فلوس كانت مستحقات ليك فأنت خلصت من الديون هذا عقيقي المجلس ده سدد للضرائب يمكن أكتر شوية من 40 مليون جنيه والملف ده تسوي كمان ابتدى الشيخ زايد يجي لك لعنات الانشائية فهمت العمل جريد فاستطعت أنك تأخذ مزيد من الأعضاء يعني عشان برضو عشان تبقى فاهم أنك لازم أن يذكر هنا بالخير المهندس خلد أبعزيز وزير الشباب والرياضة لأنه فعلا دعم الأهل بمبلغ كبير قد يكون قرب 50 مليون جنيه لا ده أكتر ده أهل حاجة وستين كمان لإنجاز كل هذه المشروعات فزي ما بنشكر وعلى فكرة عشان برضو ما حدش يقول ده التدعيم ما كانش للأهل ده كان تصور دولة يعني طنطة اتغير إزاي اتغير التحاد سكندري اتغير تماما إزاي اتغير مالك شباب الجزيرة إزاي اتغير إزاي اتغير شباب الجزيرة اتغير إزاي اتغير وكل دول دعم الدولة كانوا في وضع بعيد قوي وراء النادي الأهل يعني أنت في شيخ زايد كنت واخد خطوات كل دول تقريبا يعني زمالك انت هديت وبنات طنطة طنطة عمل طفرة عمل طفرة هائلة تحاد سكندري عمل نادي جديد صحيح يعني أنت توجه دولة والاسماعيل حتى والاسماعيل وكله والاسماعيل والمصري بص توجه دولة اعمل بنية أساسية واستوع من طاقات الشباب وخلص الأندية دي بالزبط توجه محمود طبعا فأنت يعني الكلام لازم يبقى في حجمه هو إيه اللي يدير ان احنا تسلمنا من المجلس في المرحلة دي وكملنا عليها ويسألوا إيه اللي حيجي بعدين حيكمل لما يعمل لكم المبنى الرئيسي ويعمل لكم الملاعب الرئيسية ويعمل لكم الاستاد ويعمل لكم هذا هو طبيعة الأقول يعني كانت محاط المهندس محمود طهر من شهرين كلمنا وقال الشهر الجاي حنبتدي الاستاد تجمع لا مش التجمع الاستاد الاستاد هنا في المداخل الظروف ما مكنتوش هذا لا يديره لما يجي واحد بقى ياخد يعني النادي الآلي كان فيه حاجة في المجلس السابق وكانوا طرحين منقصات بين الشركات علشان مين الشركة تاخد العمل الاستشاري للإشراف على كل ما هو تسويقي وإنشائي وحاجة زى كده وخدت يجي سنتين بين شده أو سنة وشوية شده وجذبه منقصات ومرمارسات وضغوط لحد ما رسلت على الشركة اسمها إيسي كابيتل يرقصة صديق العزيز محمود عطالة هلاوي بس هو مش عدو في النادي لكن هلاوي اي كابيتل اه اي كابيتل اي كابيتل يعني اي كابيتل اللي هي دلوقتي متواجدة ومكملة مع المجلس الحالي لكن يبدو واني كمان فيه تطور انه هتاخد بعض العمليات التسويقية في مجال كرة الخدم مجال بيع وشرة اللعيبة ومجال انا استوضحت من صديقي وعزيزي محمود بالزبط ايه دور يعني فهو ده دور للشركة لما نيجي نقول احنا اتفقنا وخلصنا الانجاز لا هو قال ليه رسيت علينا بس العقد اللي مضى المجلس الحالي لان القانون كانوا منتظرين القانون يا استاذ ابراهيم عشان يسمح بهذه الخطوة ما كانش فيه القانون اللي السابق كانوا ما استنينيه القانون جديد لما سمح المجلس الحالي وقع العقد والشركة مستبرة في هذا الشيء اذن حتى المجلس على مستوى التخطيط وعمل المكت وتصورات الاستاذ وعمليات تسويق الاستاذ وانك تعمل فيه كراشة شروط تجيب لك فلوس كل ده اتخذ فيه خطوات ويجب ان يطبحها خطوات اكتر لان عمل الاستاذ عمل جبار وعملاق المجلس ده خط خطوات عمل العقد وفيه يقال ان فيه مؤتمر يوم واحد وعشرين للإعلان ولو اني مش شايف ان ده توقيت اعلان عن مشاريع جديدة او توقيع عقود جديدة يعني احنا في توقيت دلوقتي يكاد يكون المجلس يعني ادارة يعني مدير النادي بيدير وخلاص مفيش قرارات مالية تصدر لكن اذا عملها برضو من حق يقول انا وصلت لحد فيه مفيش مشكلة يعني واللي جاي حيكمل قد يكون نفس الرئيس معه مجلس جديد بالتأكيد المجلس السابق مفيش مي منه اتنين دلوقتي معاه اه ففي كل احوال فيه مجلس جديد يابي نفس الرئاسة يابي رئاسة اخرى مع مجموعة اخرى في كل احوال حيجي المجلس الجديد ده يعمل ايه يكمل يكمل مش هيبتدي من الصفر مش هيدعي ان انا عملتلكم الستاد هيقول مجلس الكامتن حسن وصل للمرحلة دي مجلس محمود طاهر باني عليها واحنا السعداء الحظ احنا اللي حنتعاقد وعند المقاول ان هو يشرع في التنفيذ فانا بقولي استاذ ابراهيم زي مدينة نصر ما تبنت الفريق مرتجي جاب الارض الكابتن عبدو صالح عمل عمل كل الاجراءات الطرح ورشت على المكتب العربي وعمل المكت جاء كابتن صالح استدع يعني دعا وانا كنت في هذا المجلس الفترة التكمليه دعا المهندس صلاح حصاب الله وكان وزير الإسكان قال له احنا جاهزين على الانطلاق ومعناش فلوس وعاديين نبتدي قال انا من حق يقدي لشركة قطاع عام بالأمر المباشر تشتغل معاكم ودى تعليمات للمقاولين العرب قال له مش تغلوا بعدين سووا الليجل والفينانشل يعني كونترك بتاعكم مع النادي الأهلي وانتم شغالين فاشتغلنا حتى التسعير ما كانش يتعامل بس كان فيه ان دا قطاع عام له أسعاره مفيش خلاب في النقطة دي وكان من الاشتراكات النادي الأهلي بيسدد 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 حتى النادي افتتح ها بعد سنتين وكان لسه المقاولين العرب لها فلوس وفيه دبيت وفيه كلام ويجدل ازاي والدولة تدفع ايه وحنا ندفع ايه الى ان اتعامل حمام السباحة العالمي المجمع العالمي اه في نفس التوقيت حاجة مش موجودة في العالم كله اتعامل 15 فدان لكن فيه في الكابتن حسن حمدي وصل انه اشتغل في حاجة واربعين فدان من جملة 55 فدان اذا حتى مدينة ناصر كان فيه جهد جه كمله المهاز محمود طار وطور عليه يعني انت تذكر حتى المكتبة اللي فتت افتتحتها سيدة سوزان مبارك قداما حمام سباحة واضلبس واسواق ايه كل الشغل حتى في الجزيرة حديقة الخالدين والصلاة المغطاة سواء الكبيرة او الصلاة التدريب هذا هذا الذي اقوله حتى في الجزيرة انت فاكر حديقة الاطفال جنب الجامع ايوه طبعا ما كانش فيه حديقة تقريبا ما فيش حديقة اطفال لكن ايه اللي اتعمل ملعب الهوكي اتلغى طبعا واتعمل عليه حديقة الخالدين وجننت الاطفال ومكان للخبار واتعمل اتصالة الجنباز وبعدين اتطورت وبعدين محمود طار رجع اعادة تطورها كل واحد في عصره هيضيف لازم اما الحديقة تعمل ايه والمجلس الجاي ده قدامه تحدي ايا كان مين هو لازم حيبين ان هو اشتر من اللي قبل ايه صحيح خلاص الاعضاء اللي يجب ان تطمئنوا حدي تعمل لكم في النادي الاهلي من اي مجلس قادم شغل عالي قوي وعايز اقول حاجة الحياة حجم الانجاز اللي انتو شفتوه اللي كان عليه الصورة في يناير 2014 ده كان بدأ الانشاء فيه امتى في ديسمبر 2012 يعني بعد اقل من سنتين وصل للمستوى اللي انتو شفتوه تقريبا سنة ديسمبر 2012 يناير 2014 يعني كل ده اتعمل في سنة 2013 عشان يوصل للنقطة دي ويخلي النادي يفتح عضوياته للشيخ زايد بدأت ب72 الف جنيه حجز العضوية او بداية تأسيس العضوية في الشيخ زايد فهي كلها خطوات لغاية لما المجلس مشي في مارس نتيجة الانتخابات المجلس الجديد مجلس المهندس محمود طهير افتتح في اكتوبر 2014 يعني شفتوا اللقطات الحالة بتاعة النادي في 9 يناير 2014 6 شهر معقولة 7 شهر تمت اللمسات الاخيرة وتم الافتتاح في اكتوبر 2014 فدي خطوات على الطريق بتبين حجم المجهود اللي اتعمل وصدقوني دي الامانة لانه انا قلتلكوا في الاول احنا مش ادعاء لما بنقول بنوقف على مسافة وحدة لا هذه حقيقة المسافة الوحيدة اللي احنا او النقطة الارتكاز بتاعتنا سوابة النادي الاهلي والحفاظ على حقوق كل الاطراف بالمستندات كل واحد بيعمل حاجة للنادي الاهلي يسكر فيشكر بالمستند مش رأينا احنا جبنالكوا الصورة اللي ما بتجدبش زي ما بيتقال وكلامنا في 9 يناير 2014 في ظل مجلس سابق كان نوصل للمسألة ازاي فلا تبخسر الناس اشياءهم مش تحت ظروف الانتخابات الناس المتطوعة هنا وهنا 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 تنكر على المهندس محمود طاهر انه اخد خطوة التجمع الخامس او تنكر على الكابتن حسن حمدي انه انشأ الشيخ زايد دي مسائل يجب ان هي الناس كلها تعيها بشكل جيد مش في اي ظرف انتخابي او لاي ظروف تنافسية نهدر كل الحقوق البعض يتصور انه يتم تسويق صورة او ترويق صورة انه هكذا كان الشيخ زايد وتتحط صورة في صحرة عليها لوحة ونلغي تاريخ سابق ونلغي مجهود ناس وفلوس نادي وافكار بشر وناس كتيرة اشتغلت على فكرة وخططت حشان يوصل للمهندس المهندس محمود طاهر كان مشاركا لفترة هو المساشر عبد مجيد محمود ليه اتنين كانوا لحد الفين واربعة موجودين في المجلس موجودين في المجلس المجلس اللي سعى لشراء ارض الشيخ زايد واعتقد كمان ما عرفش اذا كان المهندس عبد مجيد محمود تكمل بعد الفين واربعة ولا لا اذا هم شركاء في كل ما يقال عن النادي الالي اجابا وسالبا صحيح كانوا شركاء يعني وانت تريد ان تصيب ها عايز تطرتش ها انت بتنال اللي انت بتحبه يعني يعني محدش يقول كده يا جماعة الدنيا مش مش هوى احنا مش جايين احنا مش نادي طلع من الدرجة الاولى في الاربع سيل فات دول وابتدى يحقق انجازات القول ان احنا بنكسب بطولات لا احنا ما كناش بنخسر بطولات اي بتكسب وضعك الطبيعي انك تكسب بطولات والناس تعودت ودي ازمة الاهلي ازمة اي قيادة ان جماهير واعضاء تعودوا على البطولة فانت ما كنتش بتخسر الا في مناظر فالنهار ده ما تيجي تقول انا كسبت ست سبع بطولات لا ما ينفعش مش ده مش ده الطموح ايه كويس انك انت بتتدارك كبوة وبتقوم منها لازم نقول انك انت بتقوم منها صحيح لكن انت لم لسه عند التحدي ما عملتوش انك ترجع تاني لترتيب رقم واحد على مستوى العالم واخد بالك عاستوصل كاس العالم للاندية وهي دي الخطوة الاولى اللي تعيدك الى هذا الترتيب وده اللي احنا كنا يعني بنصبه اليه مع دور الابطال احنا لما كنا بنقول مهم جدا نسع يعني ربنا ما كتبهاش كما دي مهمة في التلت محاولات يعني كابتن حسام البدري اللي ما كتبلوش ربنا الحظ ان هو يفوز بالبطولة الاخيرة دي هو نفسه مع جهازه في 2012 تحت اصعب الظروف يا جماعة مجلس الادارة السابق اشتغل في النواحي الرياضية تحت اصعب ظروف ممكن تواجه اي مجلس كابتناج متنم قدام الاتوبيس عشان ما يروحش الملعب اولا الموانس عاد لأشار لكم انه وزارة الرياضة وقتها وقفت الدعم حتى الاعانة اللي كانت بتروح للفريق ووقفوها اللعيبة اللعيبة بتاعة الاندية الاخرى فاكرين المظاهرات اللي كانوا بيخرجوا فيها ووقفة احتجاجية وازاي يقطع الاتوبيس بتاع الفريق مش هيلعب عشان احنا ما بنلعبش واشمعنا الاهلي يلعب الاتحاد الافريقي عمل ورش عمل عشان يتدارس تجربة الاهلي ازاي فريق ياخد دور ابطال افريقيا ويروح البدري وبعد منه محمد يوسف لما كانوا بيحبوا يعملوا ماتش ودي كان يتعمل سرا يتعمل سرا ما يعلنش عنه علشان الناس ما تروحش لانه فيه دواعي امنية تحول دون حضور الجماهير للملاعب بصوا الظروف اللي الناس اشتغلت فيها ومع هذا الاهلي خد دور الابطال الفين واثنشر وراح بطولة العالم فخد دور الابطال وصوبر افريقي في الفين وطلاتاشر تحت قيادة الكابتن محمد يوسف وكابتن سادعب حفيز وبقية الجهاز خد دور الابطال وخد الصوبر الافريقي فانت بتتكلم على اربع القاب في دور الابطال والصوبر مع بعض في الفين واثنشر والفين وطلاتاشر في اصعب ظروف ممكن يمر بيها اي نادي او اي بلد ونجح الاهلي وعدة المجلس الحالي جه كمل وهكذا التتابع لكنه ان البعض يعمل قط ويتوقع انه هذه حقبة واحدة من حقب تطور ونمو النادي الاهلي ده كلام ما اعتقدش حتى اي جمهور او اي عضو او اي حد متابع يقبل بحاجة هي دي خطورة الثقافة التي تم زرعها يا استاذ ابراهيم المنافس او اعلام المنافس الذي توغل في اروقة النادي الاهلي واصبح له من برن في النادي الاهلي كان يروج ان النادي الاهلي بيكسب بكذا والنادي الاهلي مش عارف مش هو نادي القرن والنادي الاهلي مين الاهل ده بتاع الحكام وبتاع الدولة وبتاع التحكيم وسوابة ايه وقيم ايه ودي اللي مجنناهم الخطير ان ينجحوا في اختراق ذهنية بعض من الناس اللي جوا النادي اليهالي في مكان الترشح أو في مكان المسئولية يقولوا نفس الكلام يبتدوا يرددوا نفس الكلام لما أنا أقولي النادي ده كان خرابة لما أنا أقولي قيم إيه وبتاع إليه ده إحنا بنقوله بعدنا كده دلوقتي طب سيبنا إيه للناس اللي هي كانت ما بتحبناش ما هم كانوا بيقولونا كده صحية إحنا بنديهم هدية صحية إن إحنا ننصاق إلى هذا الغزو الثقافي السلبي الذي يشاءوا به أن يحولوا الأهلي إلى شيء شبههم إحنا مش شبه حد إحنا النادي الأهلي بإيه بيتمسكنا بهذه السوابت يا أعضاء النادي الأهلي ليست الصعوبة في البنى أي حد حيجي يبني لك اللي أنت عايزه وحص الصعوبة اللي يخترق أحد دماغك جدارك ثقافتك زحوك بنفسك ولادك يطلعوا يشوفوك زي ما أنت شفت اللي قابليهم ما يحسوش إنه هو نادي شأن شأن آخرين يتعثروا ويعانوا عشان ينهضوا النادي الأهلي اللي بيخليه ينهض أنا الأهلي فوق الجميع أنا الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم أنا عظمة الأهلي فيه إن وحدته في تمسكه بسوابته تمسكه بقيمه هو ده هو ده خلي شغلكم الشاغل الفترة الجاية إنك ترجعوا الأهلي على هذا المنوال عشان تتطمنوا أما الإنشاءات أما البطولات أي حد حيجبها لك بإذن الله حتيجي زي ما أنت عايزه أكتر وحتى الكلام على الفلوس ما هو ده نمو يا جماعي يعني المهن سعد يستطرد لكم أكتر من مرة التطور بتاع حقوق الرعاية أولا ما فيش حقوق رعاية هتيجي إلا بفعل حكتين في تقديره ده الرجل اللي قاعد معنا خبير استثمار رياضي النجاح الرياضي ونمو الشعبية أنا كمعلن لو هحط إعلاني أو هتيجي شركة من الشركات أو وكالة من الوكالات تاخد حقوق رعاية النادي الأهلي عارفة أن النادي الأهلي بيع عارفة أن النادي الأهلي لما أخد حق الامتياز الإعلان بتاعه هقدر أجيب بدل الزبون عشرة فنلت النادي الأهلي ما شاء الله الإعلان على كل جزء من اللي زي الرياضي ده ليه لأنه أولا بيحقق بطولات ثانيا نسبة مشاهدته عالية قاعدة متابعينه وجمهوره كبيرة فبالتالي جمهور المستهدف بتاعه كبير فعلشان كده فيه إقبال عليه ده ما يتحققش إلا بحاجتين وهي العلاقة الترضية فيه بطولات فيه انتصارات فيه أفراح فيه نجوم شباك محدش يقدر يقول أنه نجوم الكرة عبر الأجيال الطويلة أمير القلوب محمد أبوتريكا بركات المجموعة دي قبل منه الخطيب مصطفى عبد وزيزو وهكذا الأجيال اللي قبل كده واللي بعد كده لغاية الجيل الأول في كرة القدم في النادي الآلي ما هم دول اللي عملوا البناء الكرة والكبير اللي وصل أنه يبقى نادي القرن فيه أفريقيا لو ده ما حصلش ما كنتش هنقدر نوصل لأي رقم في الرعاية لأنك ابن النهاردة أنت منتاش ابن النهاردة أنت عندك مية وعشرة سنة من البطولات من الشعبية من الانتشار من الجماهيرية الكبيرة اللي رغبتك من تراكم السوابت والقيم والمبادئ كل النجاح ده اللي حقق النجاح الرياضي السوابت هو النادي الآلي لما يتعرض بعد ثورة يناير لهذا الظرف الصعب جدا اللي ربنا ما يعيده حتى بعد حدثة بورسعيد والله لولا البناء المتماسك للنادي الآلي في سوابته ونظامه وتقاليده ولوايحه ما كانش هيقف على رجليه أبدا في المحنة الصعبة قوي ديت اللي خلاه يكمل ويكسب البطولة طلو البطولة أنه بناءه سليم بناءه التشريع سليم بناءه اللائح سليم السيستم بتاعه سليم وكلما تم المساس بسيستم النادي الآلي قلت فرص حصوله على البطولات وسيستم النادي الآلي الناس بقت عاملة زي الدستور المحفوظ مش المكتوب كل الناس حفظها لما حاجة بيحصل معين تصرف يقول لك لا ده تصرف النادي ما يتصرفش كده أو لا كده برافو كده الأهلي ده من خلال إيه من خلال ذهنية متكاملة مستقر فيها المصطرة بتاعة النادي الأهلي بيتصرف إزاي وما يتصرفش إزاي بيعمل إيه وما بيعملش إيه ده مقبول أو ده مرفوض ده كده صح أو لا ده كده غلط ده استثناء ودي قعدة كل دي تسوابة الممارسة اللي ترساخت في وجدان كل الجماهير أكتر حتى من المسؤولين فده اللي بيحقق النجاح الرياضي النجاح الرياضي بيصفر عنه نموه في الأرقام سيد إبراهيم حتى باش وانت سأستأذنك فيما يقال عن مديونات النادي الأهلي هو المجلس الحالي هل المجلس السابق وأنا برضه مانيش ميال لحتة الحالي والسابق والكلام ده كله هل كان النادي الأهلي مديون ولا كانت ليه حقوق الأهلي كان يعمل ايه وفلوسه عند اتحاد اللي زعوا التلفزيون وفلوسه عند وزارة الشباب والرياضة وفلوسه لدى وكلة الأهراب وفلوسه لدى اتحاد الكورة ولدى الشركات المعلنة احنا نسينا أن الناس كلها كانت بتئن في الشوارع في ثلاث سنين عجاف صعبين جدا اشمعنا النادي الأهلي هو اللي كان مطلوب منه وقتها يحصل كل هذه الديون بالعافية لا أول ما استقرت الأوضاع في البلاد عاد النشاط الرياضي الحمد لله نهر الخير مشي فبدأ المجلس الحالي يحصل ديون المجلس السابق اللي كانت مستحقة لدى الجهات المعنية بدأت الدولة ظروفها تتحسن فمدت ايديها بإعانات إنشائية كويسة للأهل والزمالك والطنطة والكل الأندية فمكنت الحمد لله مجلس الإدارة إنه ينجز العمل الإنشائي في إطار الخطة اللي كانت موضوعة واللي هو أضاف لها هو يذكر فيشكر وسابقوه لما يذكروا لازم يشكروا لأنه الأهل ما كانش مديون وده مش رأيي ده رأيي الأستاذ عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي نشوف أنا بقول لحضرتك بصفة عامة يعني حقاك ما كانش لك تصريح إن محمود الخطيب أغرق النادي ومجلسه في الديون أعمل ما حصل كده ده ما حصلش؟ ما حصل تصريح لك؟ لا طلعهولي لا أنا بسأل حضرتك ما حقاك عامة طلعهولي أنا كنت بتفرج على ماتش الأهلي والطلاع الجيش لقيت على موقع صادر البلد من غير اسم إن أنا بقول إن أنا يعني قررت ما نطبقش الاسترشادي ونزلت التصريح وعلى فكرة لما طلع لغة على الموضوع اللي حاجة بتقول عليه ده أنا نزلت بتصريح رسمي من موقع النادي الهات على موقع النادي الهات اللي هو الخاص بكبد الحمود الخطيب حضرتك إرجع وكان على فكرة ساعتها الأستاذ جمال جابرة هو كان نازل على أحد الموقع موقع فجول تصريح يبقول له حاجة ده فده حضرتك لما ناس عاوزة تعمل وقيعة بتحسيني أنا